من الأزمن المهمة في امتحان إمساط اللغة الإنجليزية The Present Simple لا يكاد يخلو أي امتحان من جملة أو جملتين في The Present Simple سهل جدا ركز معي أول شي لازم نعرف ليش هذا مهم التنس هذا بالذات التنس رح يكون في شكل هذا الجمل Subject Verb Agreement يعني إذا عندك الفاعل جمع ما تحط أس والعكس إذا الفاعل Subject مفرد تخذ أس هذا هو كل الموضوع وهي الأمثلة سعلم من مونة Spend many hours in school لكن حمد بما أنه مفرد حمد spends many hours at work طيب الآن ال Present Simple هذي تصريف الأفعال بتاع ال Conjugation لاحظوا اللي مع هي وشي وإت فقط بيخذ أس وطبعا في الامتحان رح يغيروا هي وشي وإت بأسماء أو أشياء أخرى فننتبه للشي هذا لما ندرس ال Present Simple نركز على ثلاثة شغلات اللي هي Form وال Use وال Signal Words ال Form يعني شكله كيف لما تشوف الجملة كيف تعرف أنه Present Simple استخداماته وال Signal Words هي الكلمات اللي بتدل على أنه هذا Present Simple يلا طبعا طريقة مختصرة جدا ال Form رح تكون فعل ياخذ أس مع هي وشي وإت مثل ما شفنا في ال Conjugation طبعا وفي أشياء أخرى ياخذ فيها إي أس وأشياء أخرى ياخذ فيها آي إي أس حسب الأفعال لكن هذا معه موضوعنا الحين ال Use الاستخدامات استهداماتها كثيرة لكن رح ننكز على ثنين بس أول شيء General truths or permanent states حقاق عام مثال Water boils at 100 degrees Celsius boils إذا بخار أو يفور The earth orbits the sun تلف حول الشمس هاي كل حقاق لذلك نستخذ ال Present Simple الاستخدام الثاني هي في الحابط or routine She goes to school every day هذا دليل على أنه روتيني فإذا ذلك تكون في ال Present Simple مضارع البسيط ثالث شيء هو Signal Words الكلمات اللي بدلني تقولي ترى هذا ال Present Simple انتبه الكلمات هي Always Usually Sometimes Never Often Seldom Every day Daily Every week Weekly Every year Yearly Once a week Etc الجزء الأخير من هذا الفيديو القصير هو أنك تروح ل roadtogrammet.com وتتدرب على Present Simple راح تلقيه موجود في رقم 256 Present tense dot com نيجي ال 256 Present tense Present tense to Present tense negative form Present tense question form question forms وانت ماشي هاي كلها تابع على Present tense exercises نيجي نحنا على الكوز هنا ونبدأ راح نطبق القواعد اللي عندنا I نعرف اللي I ما تاخذ S الفعل معها ما ياخذ S I Water skiing liking like ولا I'm like I like نيجي للثانية I نفس الشيء وعننا كلمة often اللي هي من الكلمات اللي يدل على Present Simple هاي ما بتاخذ أس نختار Eat هنا Tommy Tommy يعني هي على طول خلي في بالك اللي انت راح تستخدم لها Tommy his grandmother in Florida every year وعننا كلمة every year سي تأكد اللي هو Present tense وهكذا فهنحل نختار طبعا visits وانت مشي وهكذا بلا نعلي هذا جمع الحين ما ياخذ نس إذن بلا نعلي really big plans have إلى آخره ربي وفوك من شاء الله وإلى اللقاء في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر